السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا نكمل التسجيل إذا وصلنا البردوية بارتكولية هنا لدينا بعض العملية والضرب هم سهلين إنما يبعد المرتيد أخوكم شوية مثلا هذا أعلى بف والس نحن نضرب البسط في البسط نضاق بوف نضرب البسط وعلى المصود وعلى المقام بlak نقص اضافة وضاق نسخة نقص اضافة نقص ايضا نسخة نقص ايضا نقص ايضا نقص ايضا نضرب ثلاثة إذن نضرب ثلاثة إذن هذا سوف نجد ثلاثة من بعد هنا ندري س상بليفكاسيون ثلاثة ثلاثة أقل نقص أحدى أحدى أشعر سوف يكون يلا بل كما نحدد الإشارة لها سهلا بل فانته ما ننقص إذا هذا الشيء اللي سيجلقها في الخرقه يجب أن يكون عدد مجابل نحن نمشيه شوية بشوية يلا هذي نضربه البسط في البسط هي ناقص 6 نضربه في ناقص 5 إذا دائما قلنا إذا كانت في تبعها ناقص بحادث ذهبها أنا بالعين أخذتها أكوا إذا عندي في تبعها ناقص دائما كنجروا الأقواس هنا يجب أن نرتمش بالعين مش تفهم هذه المسألة هذه إذا ما تنخلي وش في تبعها ناقص ما نجروا الأقواس ما نجروا الأقواس هنا يلا دائما نقص 6 نقص 5 ثم 10 لذلك تسوي 3 أنا مثلا لا أخذتها نعمل يلا نجد هنا أو لبع المرض يكون عدد نضربه 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 ونقسمه إذا إذا هي 4 5 لما نقص 1 8 5 يلا بالنسبة لهذه الحالية ناقص 10 في ناقص 2 في البسط مقسمه على المقام بالنسبة له هنا أعلى بالنسبة له بفوحيد ما هي أعلى بفوحيد أي عدد نضربه في 1 أي عدد نضربه 1 هي هذا العدد 1 أعلى 1 إذا تسمى أنصر محايد عنصر محايد ما هي عنصر محايد ؟ ما هي تشيقية ولكن في الطرب إذا 1 ما هي تشيقية أي عدد في 1 هي هذا العدد كان 1 لا تسمى إليمان نوتخ أقول لذلك عنصر محايد محايد لا يطر محايد لذلك العدد أعلى بفوحيد وأيضا هنا 1 يقوم أعلى بفوحيد نقص 11 نقص 3 في 1 نقص 1 نقص 11 نقص 3 هذا أشهر 6 نقص 10 1 4 4 إلى 5 هنا 1 نقص 7 إذا نقص مقص 7 هذا هذا مجهب هذا 0 أي عدد 0 إذا أي عدد 0 إذا نعطيك 200 إذا 0 هذا 0 هذا تنتظر بحالة ما هو هذا بحالة تقبل أسود بحالة كون كون ما تقبل أسود كيف في الكون أي حاجة قربت له ت تمتص أي حاجة قربت له مثلا أي حاجة تشتري طيارة مثلا إذا قربت أي حاجة تدخل عنده تدخل أي حاجة تدخل أي حاجة تدخل أي حاجة تدخل أي حاجة تدخل 0 ستنتصر يعني مثلا 0 5 إذا ما ستقبل 5 ستنتصر و كيف تدخل 0 دائما أبصغب يعني هنا فقط 0 إستنى إستنى مختلف 0 إستنى أبصغب يعني كمتص يعني كمتص إذا 0 إستنى أبصغب هي إمتصص أبصغب لابصوربسون نعملات المتصاص اذا ما انا هناك لذلك؟ اذا ما شخص 0 على 4 إلى 5 ما شخص 0 على أي أدد؟ نعم 0 نعم 0 اذا اعقلوا على هذه الأمر نعم 1 يتعني المنتر وعنى 0 يتعني المنتر وعنى 0 يتعني المنتر نعم 0 ثانية كبيرة نعم المنتر نعم اerteان قام مع الأن هين يتعني المنطقة نعم ایه نعم اال نعم نعم 1 اطلاع نعم انا نعم ثم يتأكد التواري من المساعدات تقوم بمقلب لديه اعطيت إجابة إجابة و أعطيت إجابة إجابة أفضل لذلك سنعرف العددان كما تعرفون من المقلب لذلك سنعرفون مرتدون من المقلب إذا كانت دائما في الضرب في النوم بغسيوني و في الأعداد الكسرية فسنعطني واحد اي عدد في المقلوب دياله اي عدد في المقلوب دياله يعطيني واحد اذا في مرقتي واحد اعرف راس كرا دربتي عددان كسريا ومكتر وقلوب دياله واحد اي عدد ان اه المقلوب الارس لان ذا اي عدد ان اعرف راسي يكون اي عدد ان اعرف راسي يكون اي عدد ان اجبر راسي يكون اي عدد اه definitely about A or A إذا لم أستند سؤال القيهات لما أخذ غير مقصوم شعال بقسم بما أقل في مشكلة أم원 لا أحب clarification ناقص 17 مقسم على جوجة ناول عدد إذا كنت قلنا في هذا الفيديو ما الذي فضلنا بأنه لم يدهل علاقة بالإشارة وذا كنت تكون التنمغ نيغاتف وإذا لم يدهل ستكون نيغاتف حيث لم يدهل علاقة بالإشارة إذا ناقص هذا الناقص إذا كنت ناقص هذا مقسم وذا لم يقسم هذا الناقص بقيت لنا 17 مقسمة على جوج أشنا وراء المقلوب جهة 17 مقسمة على جوج هي جوج على 17 أشنا وراء المقلوب جهة 8 هي 8 هي إذا هذا سليب خصوص يبقى أداءها هذا سليب وعندي لفالور هنا عندي 8 مقسمة على واحد المقلوب جهة هي 1 مقسمة على 8 هي في الإخراج تعتني ناقيس 1. على 8 هنا كي يجيلك لنفقس هنا وكي كتب لك هنا واحد مقسمة على ناقص ثمانية انا كي لا شراء الاشارة قلنا مدم هذا قلنا لان فيقس ما عنداش العلاقة اذا بما انه ما عنداش العلاقة بالاشارة بما ان هذا سليب دان لان فيقس جانورا قديم قليل عدد ساليب يعني اخلي شوي شي فيه واش تفاهمنا اه اذا اشحال قلنا ايا ناقص واحد مقسمة لا ناقص ستة اشنا ولا فيقس ناقص واحد على ناقص ستة خيب يعني هو مجاب اذا هاد لان فيقس جانورا قديم سيكون مجاب يعني بلما تعود هاد هاد الاشارات ناقص مع ناقص صافي واش انا عرفت باللي هاد مجاب اذا لان فيقس جانورا قد يكون مجاب عاد اش اللي غادي نقلب غادي نقلب هاد العدد واحد مقسم على ستة لان فيقس جانورا يستة اذا اش حربي يعطيني فالخر يعطيني زائد ستة لانش درت زائد هنا اكتبتها لباش تعرف اللي هاد عدد مجاب اذا هاد عدد مجاب ومقلوب جانورا واحد على ستة هي ستة يلا نجد لهذا عمي السالة يدر تلك ناقص هنا يا prem المجاب بلما سيكون هذا عدد سالسه هذا ساليب اذا كان الان فيقس جانورا سيكون ساليب بقتلنا دبا العدد العدد اللي عنجي هي ستة مقسم على سبعة عن فيقس جانورا سبعة مقسم على ستة اذا ناقص سبعة مقسم على ستة اجتيدا دائما المجاب ضد إشارة الان فيقس جانورا في أحيان الأنفخس على المقلوب 疑惑تك هنا من تقلبي الى البسط و مقام أسأل أعداد البسط مع المقام أما الإشارة تستخدمها هنا سمتطل لأحدثتali وهي خطأ حيث تشوفوا مقسم على ثمانية ايه حال 24 مقسم على ثمانية اذا هنا كانت ادي القسمة دائما القسمة كان نفكره بالضرب اذا تقول ايه من عدد هنا الذي سنضربه في ثمانية اعطيني 24 هذا هو الحل هو ايه هو ثلاثة اذا 24 مقسم على ثمانية ايه ثلاثة لماذا تكون هذه الثلاثة ؟ إذا ضربناها في الثلاثة ، ستعطيني 24 يلا إذا فهمت ، قل لي عدد 35 مقسم على سبعة ، يلا بالزربة تخيب يا ، إنه عدد مضربه في الثلاثة ، ستعطيني 35 وشكون هو خمسة ، حيث 5 في الثلاثة هي 35 نجيب ودبال 0 إذا كان عندي 0 في المقام أريد إيه ثمانية مقسمة على صفر وعطيني 8 أقسم عدد بطريقة ثمانية مقسمة على صفر وعطيني 8 تعطيني 5 في الثلاثة ، ثمانية وضرب في vote وعطيني 8 مقسم عدد بطريقة ثمانية للموقع يعني اي عدد ضربتي في الصفر بيعطيك صفر مين مش يعطيك هنا اي عدد اذا اذا ماذا نقدرون نقسمه على الصفر لا يمكنش اذا عفوكم هدو عقلوا عليها مزيان انا الصفر ما عمرو خص يكون في المقام انا خرجتلك صفر في المقام افرس كايكا تخرى باقي صافي اذا نرجع لها ماذا هو ده بلان فيخس ديان الصفر اما اخبار لي صفار صفر مين إذا لا يوجد كبيرة في صفر و سيقول بك صفر المقام إذا تجد كبيرها لما كان الشعب فقط ذلك هي صفر و أحدهم أشجد كبيرة في صفر المقام كيف عن عدد موجاق أو سليب؟ تخيبينه إذن هذا العدد سليب إذن لفخس جيله سيكون مقنيت سليب إذن ستكون واحدة لإشارة ناقص هنا عدد سينمشي للعدد عمدي تسعود مقسمة على 4 عمدي تسعود مقسمة على 4 هي 4 مقسمة على 4 كان قليب البسط مع مقام إذن ما يخرج ليه في الخر هي ناقص 4 مقسمة على 4 أصابه إذن هذا ناقص اللي كتبت هنا حيث هذا العدد كله يكون ساليب إذن ها هي ناقص و المقلوب ديان 9 على 4 هي 4 على 9 يلا شنها هذا الاخر complete point يعطيني شي عدد نضربه في 36 مقسمة على واحدة عشان يعطيني واحدة خابير إذن هنا هي القاعدة اللي قلناك بيلا أن يمكنك أن يكون عندي واحد هنا في الضرب إذا كان عددان نضربه مع بعضية و بكاعدة واحدة هي عدد نضربه في المقلوب ديانه إذن هنا ستكون 21 مقسمة على 36 مقسمة خصوص يكون لان فيخص ديانه هذا يلا هنا ما سيكون داني هنا يا خصوص يكون بمناحة و هنا و عنده الضرب إذن هذا العدد خصوص ينضربه في المقلوب ديانه بشارة 21 مقسمة على 28 مقسمة على 28 مقسمة هي 28 نجي تاني لهذا مقربتهم لم يكن سيكون لهذه الأماكن و أعطيتهم فى مقلبة في الأمراض و إذا كان هذا هو عدد ساليب و هذا هو عدد ساليب إذاً ما سوف يكون قلبة ناقش على ما نقل فى مقلبة 5 على الجـج فى مقلبة 5 على جـج وهي من الوقت 5 على الج مقلبة فقالوا مع قلوبы على هذا الخاص الآن سأكد منها فى مقلبة 5 على جـج أفراس كرا هادوك الجوج ووجه اللي تضربوه مع بعض دياتهم هي العدد و المقلوب ديال دائما يلا نمشيو كوسيون دوننو مغاسيون يلا نمشيو دابا القسمات عدداني جدريا يلا يلا هادي نذكرك بعدك شلي كنتي قرأسي في الأعداد الكسرية ها باقي في الثاني اعدادي وثالثالثة اعدادي باقي كنتي ما تعرفش لهم يلا نجيل تذكير يلا مثلا عندك خمسة مقسومة على 4 خمسة على 4 خمسة على 4 خمسة على 4 مقسومة على 3 على 7 عشنو كنجير عشنو كنجيروا الله يرجع لكم ركالي شي قرب هذا الشي هاد العدد اللول واش كيتبتلو او ما كيتبتلش لا هاد العدد اللول كنحطفضو بها هوا هاد العدد اللول كنبقى كما هو هوا اش كلك لك هاد القسمة اش كيتبتل هاد القسمة هاده ها هي بالحمر كانت تحول كانت تحول لاش هاد القسمة ما كانت تبقاش هلا يا قسمة هاد العدد اللول كنتخلي كما هو قسمة قد تحولها الطرب إذا حولت قسمة الطرب إذا هذا التوخص يتغير إذا ثلاثة مقسمة على سبعة ماذا قد تقول لها؟ قد تقول لها الأنفخص قد تقول لها الأنفخص قد تقول لها الأنفخص صافي واشوف معي عفك قد تقول لها الأنفخص إذا مقسمت المعفك ، أكثر تقول لها الأنفخص قام لها الأنفخص عدد المعفكي يوجد أن نستخدم عدد من القسمة لنسلع القسمة يوجد قسمة تحترق لنسلع القسمة إذا كنت أقوم بالدعم نقوم بمستخدم القسمة من قسمة مجموعة وكذلك يوجد قسمة أخرى كيف نكتبها على هذا الشكل؟ دائماً أعرف لكم هذا الذي تخيرها كان هذا الصغير وكيف كان هذا الكبير وطويل إذاً ما نجد على الثاني لديه القسمة على هذا الشكل؟ ماذا كان هذا الذي نحطف به؟ هو هذا الفوق هو البسط إذاً حيث القسمة الكبيرة هي القسمة الكبيرة هي القسمة الطويل وهذا الفوق هو البسط وهذا المقام وهذا المقام إذاً ما هو البسط؟ هذا البسط لا يمكن أن تبتل هذا إذاً هذا الشيء الذي لديه في البسط فهنا لم تبتل فيه هنا القسمة التي ستحول الضرب هي هذا الخط إذاً ما نجد على هذه العلامة؟ لا نجد على هذا إذاً هذا هو القسمة الضرب إذاً هذه القسمة كانت تحول الضرب إذاً هذه القسمة نحواله الضرب ومن بعد أثناء الضرب يمكن أن تحولها الضرب هذا ما يتبعاه سكتلة المقلوب إذاً هذا العدد سكتلة المقلوب لأي lounge سكتلة المقلوب على الطبيعة المقسمة على المستخدمات على الطبيعة إلى الأنفق ترتيز الإحساسية ويجعلها من على الطبيعة إلى 11 أجل حيث سبعة مقسمة على خلال حيث سبعة مقسمة على 15. 4 إلى 5 مقسمة إلى 7 إلى 3 إذن في نوع ذلك الذي يبقى هي 4 إلى 5 هذه القسمة هي تحولة الضرب واذا سنجعل هذا الأخرى؟ سنجعل هذا الأنفخص هذه القسمة تحولة الضرب هذه العدد هذا الأنفخص مقلوب عندما يوجد الضرب يوجد الضرب يوجد الضرب ويمكن موضوع نعمل 3 إلى 13 إلى 35 اخوص إلى 4 إلى 35 ثم سنجعل هذا الأنفخص ثم سنجعل هذا الأنفخص يوجد الضرب العدد الضرب ومن بعد سنضرب البسط في البسط لما كان في المقام هنا لا يوجد اختزال إذا سنكمل 187 187 187 187 187 187 187 187 18 18 18 18 18 18 19 20 20 22 21 23 23 24 25 27 26 28 29 28 المقلوب هي خمسة على ثلاثة دابة سبعة في خمسة مقسومة على ثلاثة عجرها حرفة دولية هي خمسة وثلاثين مقسومة على ثلاثة ثاني هنا في نوع العدد اللول هي عشرين على سبعة غاد يبقى لقي سماكت تحول الطارب ها هي عش نوع دابة المقلوب جاءت تلتاش هي واحد على تلتاش نضرب الباست في الباست المقام في المقام ما عندي لتاشي اختزان اذا نخرج هذا عشرين في واحد ايه عشرين سبعة في قوة شية واحد اتسان هنا رخصتني ذاك الخطان هيا ونسيت مادرزوش يالله هنا يا العدد تاني شوفوا شوفوا عفاكم شوفوا معي هاتي راح دائما اول حاجة يخصك تعرفين هو ذاك الخط ديال القسمة الخط ديال القسمة غالبا هو اللي يكون قدام قدام تستر قدام جيك العلامة إذا هالعلامة ها هي القسمة الرئيسية ها هي عندك يصحب لكوش هي هاد الخط لا هوا هذا يكون قدام قدام هذه العلامة ها هو إذا فينا هو البسط هي جوج إذا جوج غد يتبقى فينا هو المقام هي خمسة على سبعة إذا لان فخص ديالها هي سبعة على خمسة نضرب البسط في البسط جوج سبعة على خمسة هي ربعتاش على خمسة صافيه إذا الشيء واللي كي بالنسبة للقسمة ها لكو إذا عود راجعوا تنهادهم زياد توقفوا هنا يتنحصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر